تفضلت صاحبة السموة الملكية الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة قرينة عاهد البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله بل افتتاح الرسمي لمجمع محاكم الأسرة الواقع في مركز الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة بمنطقة الحنينية وذلك كإنجاز وطني يضاف إلى سجل الإنجازات الرامية إلى تعزيز الاستقرار الأسري في المملكة وبما يسهم في تعزيز استقرار المجتمع ككل أعربت صاحبة السموة الملكية الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة قرينة عاهد البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله عن عظيم امتنانها وبالغ شكرها لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهد البلاد المفدى حفظه الله ورعاه على دعم جلالته لجهود المجلس الأعلى للمرأة الرامية إلى توفير بيئة مناسبة تنهض بالمرأة البحرينية وتمكنها من إطلاق كامل قدراتها وتفعيل مساهماتها في مسيرة التنمية والازدهار الوطني المنشود في ظل المشروع الإصلاحي لجلالته وخصت سموها بالذكر حرص جلالته على دعم عمل المجلس لاستكمال منظومة التشريعات الخاصة بالمرأة البحرينية ولوهت سموها بما تحقق على أرض الواقع من إنجازات في هذا الإطار تجسدت في إصدار العديد من القوانين النوعية وفي مقدمتها قانون الأسرة وأوضحت سموها أن تطوير التشريعات والقوانين والإجراءات تتصل بالمرأة والأسرة عمل مستمر يتطور بتطور الحياة والمجتمع مؤكدة حرص المجلس الأعلى للمرأة على رصد تطبيق تلك التشريعات والقوانين وتقديم مرئياته بشأن تطويرها بالشراكة الفاعلة مع السلطتين التشريعية والتنفيذية جاء ذلك خلال تفضل صاحبة سمو الملكي رئيسة المجلس الأعلى للمرأة بالافتتاح الرسمي لمجمع محاكم الأسرة الواقع في مركز الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة بمنطقة الأحنينية وذلك كإنجاز وطني يضاف إلى سجل الإنجازات الرامية إلى تعزيز الاستقرار الأسري في مملكة البحرين وبما يسهم في تعزيز استقرار المجتمع ككل وفي هذا السياق جددت صاحبة السمو الملكي رئيسة المجلس الأعلى للمرأة إشادة سموها بالجهود الطيبة لشركاء المجلس الأعلى للمرأة من الجهات القانونية والعدلية الرسمية وفي مقدمتها المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف كما نوه سموها بالجهود التي تدلها مؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة بالمرأة في هذا الإطار وقامت قرينة العاهل المفدة بجولة تفقدية اطلعت خلالها على انسيابية العمل في مجمع محاكم الأسرة بما يضمهم من قاعات محاكم ومكتب التوفيق الأسري وما تضمنهم من خدمات ومكتب صندوق النفقة وبما يحقق الهدف المنشود من إنشاء هذا المجمع والمتمثل في مراعاة خصوصية القضايا الشرعية الأسرية وتسريع إجراءاتها وتعزيز الاستقرار الأسري وأشادت سموها بالجهود التي تبدلها الكوادر القائمة على العمل في مجمع محاكم الأسرة بما فيهم السادة القضاء والإداريين والموظفين على مختلف مستوياتهم وأماكن عملهم معربة عن فخرها بحضور المرأة في هذا المجمع في جميع مفاصل العمل بما في ذلك العمل القضائي وأعربت صاحبة السمو الملكي رئيسة المجلس الأعلى للمرأة عن تطلع سموها لأن يسهم إنشاء مجمع لمحاكم الأسرة في توفير البيئة المواتية لتحقيق التوافق الأسري وحصر المشكلات ومعدلات الطلاق في أضيق نطاق ممكن وأن تعزز المحاكم الأسرية من مكانتها كصرح وطني قادر على حماية حقوق الأسرة البحرينية ومساهما في رفع مستويات الاستقرار الاجتماعي في مملكة البحرين مؤكدة سموها حفظه الله أن المجلس الأعلى للمرأة سيواصل مساندته لأعمال جميع الشركاء لكل من شأنه أن يحفظ المكانة الرفيعة للأسرة البحرينية موسيقى 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 من جانبه أكد سعادة المستشار عبدالله بن حسن البعينين رئيس محكمة التمييز نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء أن إنشاء محكمة أسرة هو حدث بارز يعبر عن أهمية ما توليه البحرين في العهد الإصلاحي لجلالة الملك المفدة ومتابعة صاحبة السمو قرينة العاهل المفدة للحفاظ على الأسرة وأشار إلى أهمية رفع توصية للإسراع في تعديل قانون محكمة التمييز فيما يتعلق بالطعن في الأحكام الشرعية أمام محكمة التمييز والعمل على سد ثغرات في بعض القوانين في صياغة حضارية تتناسب مع تطلعات المجتمع البحريني ومواكبة التحولات الدولية وفق الاتفاقيات التي صدقت عليها مملكة البحرين من جانبه قال وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف مع لشيخ خالد بن علي الخليفة إن وجود مجمع عصري للمحاكم الشرعية يضم تحت سقف واحد الخدمات القانونية المتصلة بقضايا الأسرة سيسهم في دعم كفاءة الأداء ورفع مستوى وفعالية إجراءات العدالة وتيسيرها أمام الأطراف كافة وأشار إلى قرب انتهاء الإجراءات الخاصة بتوسعة دور مكتب التوفيق الأسري وذلك بالشراكة مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في إطار تكامل الجهود بين مكاتب التوفيق الأسرية في الوزارة ومكاتب الإرشاد الأسري بالمراكز الاجتماعية التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية من جانبها باركت هالة الأنصاري الأمين العام لمجلس الأعلى للمرأة هذا الإنجاز الجديد الذي يأتي ضمن مسيرة عمل حافلة بوعود صدقت وأمال تحققت ومبادرات توالت مستكملة يوما بعد يوم ملامح المستقبل المشرق الذي استشرفه صاحب الجنالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه حيث تحظى الأسرة البحرينية بجل اهتمام برامج العمل الوطنية بما يحفظ للمرأة البحرينية مكانتها ويستديم مساهمتها المؤثرة في المجتمع أدت حصيلة الجهود الوطنية في المجال الأسري إلى حدوث انخفاض في حالات الطلاق بنسبة 6% وارتفاع نسبة الحالات المحالة إلى مكتب التوفيق الأسري إلى 43% كما ارتفعت حالات التسوية الأسرية الودية واتفاقيات الصلح الزوجية الممثقة في المحاكم الشرعية بنسبة 20% وبالنظر إلى أهمية هذا الصرح القضائي الشامل الذي نتطلع جميعا إلى تحقيقه لأهدافه واستدامة نجاحه نود التأكيد على ضرورة استكمال كافة المتطلبات الإدارية والتنظيمية والقانونية الكفيلة بذلك فعلى سبيل المثال يتطلع المجلس الأعلى للمرأة إلى استكمال الكادر المتخصص والقانوني لمكتب التوفيق الأسري بمحاكم الأسرة افتتاح وتشغيل فروع للمكتب ببعض المراكز الاجتماعية التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية وحل المشكلات التي تواجهها بعض الأسر عند تنفيذ أحكام الرؤية تخصيص مكتب لإدارة التبليغ عن الدعاوي بمقر المحكمة النظر في وضع الموقوفين المنظور في قضاياهم الأسرية باستحداث إجراءات بديلة تغنيهم عن ارتياد مبنى المحكمة كالتواصل الإلكتروني أو إيفاد مندوبين مختصين للموقوف مراعاة لظروف أسرهم وأخيرا وليس آخرا النظر في إمكانية انعقاد محكمة التمييز بمقر محاكم الأسرة في ضوء ما تتجه له وزارة العدل من جهود واضحة ومقدرة ليكون هذا المقر جامعا لكافة سبل التقاضي المتاحة للأسرة البحرينية كانت ضرورة مجتمعية فرضتها طبيعة وخصوصية وسرية القضايا الأسرية لكونها تمس الأسرة واستقرارها لذا جاء افتتاح محاكم الأسرة الجديد ليحافظ على هذه الخصوصية ويحيطها بجدرانه تعزيزا لمنظومة حباية كيان الأسرة البحرينية باعتبارها أساس المجتمع طبعا أهمية محاكم الأسرة أنها تأتي في ضوء فلسفة تم عكسها في إصدار قانون موحد للأسرة هذه الفلسفة وهذه الروح التي انعكست في هذا القانون يجد هذا المبنى نفسه كمكانا لتطبيق هذه الروح داخله بمعنى المبنى في طريقة تقسيماته في الطريقة التي يتم التعامل فيها مع قضايا طرق صير القضايا إيجاد أماكن ملائمة للتوفيق الأسري كي ينجح يعطي تفعيل لمواد هذا القانون تجدينها حية في هذا المبنى هذا الصرح اليوم هو دلالة على أن هناك اهتمام من الدولة بالأسرة وبالمجتمع البحريني اليوم هذا الصرح هو علامة فارقة في العمل القضائي النموذجي الذي جعل خصوصية الأسرة وخصوصية المرأة في أن يكون هناك لها مكان خاص ومكان لائق بأن تتعامل مع القضايا الأسرية في هذا المجال إن وجود مجمع عصري لمحاكم الأسرة يضم تحت سقف واحد الخدمات القانونية والمرتبطة بقضايا الأسرة سيعزز من فعاليات إجراءات العدالة وسيكون انعكاسا حقيقيا لتطبيق قانون الأسرة الذي أصدر مؤخرا طبعا هناك قانون أسري موجود فكان لابد من وجود هذه المحاكم الأسرية أن تكون منفصلة عن المحاكم بشكل عام طبعا وجود هذه المحاكم الأسرية في البحرين تعتبر قفزة نوعية واقعا في سلسلة القفزات النوعية التي تتميز بها مملكة البحرين في عهد جلالة الملك المفدى يفتتح صرح من صروح الأسرة في هذا المجمع المتكامل الذي يقدم كل الخدمات القانونية والشرعية للأسرة البحرينية والأسر المقيمة هذا الصرح الذي صنع على عين صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة منت إبراهيم آل خليفة حفظها الله والتي بارك الله في جهودها ساعية حفيثة على أن تنصر القضايا العدلية والقضايا الشرعية للأسرة البحرينية في إطار الخصوصية أنه ليوم تاريخي ويوم متميز واستثنائي لمملكة البحرين وللأسرة البحرينية يوم افتتاح مبنى المحاكم الشرعية محاكم الأسرة هذا اليوم الذي شرفت فيه صاحبة السمو الأميرة سبيكة منت إبراهيم قرينة عاهل بلاد المفدى وافتتحت هذا المبنى رسميا وحققت الأمنية التي كانت تتمناها سموها بل يتمناها كل شعب البحرين في أن يكون للأسرة البحرينية محاكم متخصصة ومتنوعة ومحاكم تضم بين جنباتها جميع المرافق وجميع الخدمات التي تحتاجها الأسرة تعزيز منظومة قضاء الأسرة والخدمات القانونية وتخصيص محاكم أسرية تحفظ خصوصية هذه القضايا تأتي استكمالا للجهود الوطنية في حفظ حقوق الأسرة وضمان استقرارها هذا الصرح يعتبر اليوم معلما مهما وشاهدا على تطور السلك القضائي في مملكة البحرين فهذا الصرح لم يراعي خصوصية القضايا الأسرية فحسب وإنما وجدت طريقها إلى التسوية بعيدا عن أروقة المحاكم الأخرى سهر عصفور لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر